بعد غياب طال لسنوات تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية وتستعيد بالإجماع مقعداً فقدته منذ نوفمبر 2011 بتأييد عربي شكلت لاستثناء منه الجزائر ولبنان واليمن والعراق. استثناء أضحى اليوم قاعدة لبناء موقف جديد أبواب الجامعة تفتح أمام وفود سوريا بل وأمام رئيسها بشار الأسد في قمة الرياض المقبلة يؤكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي شدد على أن سوريا أضحت دولة كاملة العضوية من جديد. عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف بمعنى أنه مصار التسوية للأزمة السورية حتأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرك فيها ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات. بالموازات أعلنت الجامعة العربية تشكيل لجنة اتصال وزارية خماسية لمتابعة الحوار المباشر مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة ينطلق من عبء ملف اللاجئين في الدول المجاورة وتداعيات خطر الإرهاب وتهريب المخدرات. خطوة تقول جامعة الدول العربية إنها تجدد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتؤكد الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية. أهداف طالما رافعت من أجلها الجزائر طيلة سنوات القطيعة العربية والحصار الغربي المفروضين على دمشق. وفتحت بين القادة العرب نقاش عودة سوريا إلى محيطها العربي ضمن جهود حثيثة لم تتوقف عنها. نهج أضحى اليوم واقعا مع سير الدول العربية على خطى الجزائر.